السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي بتعلن عن توفر وظائف مؤقتة لموسمي رمضان والحج للعمل بالمسجد الحرام والمسجد النبوي دي صفحة الرسمية الخاصة بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتعلن الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين عن توفر عدة وظائف مؤقتة لموسمي رمضان والحاج للسعوديين والسعوديات للعمل بالمسجد الحرام والمسجد النبو أماك العمل المسجد الحرام والمسجد النبو ودى الاعلان يبدأ التقديم بمشاية الله تعالى يوم الخميس الموافق 25945 ولمدة يومي إذا أردت التقديم على الوظائف بالمسجد الحرام اضغط هنا إذا أردت التقديم على الوظائف بالمسجد النبو نضغط هنا على التسجيل الموسمي بالمسجد الحرام ننتظر حتى تفتح هذه الصفحة هنا مجموعة من الشروط للتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسياء أن يمتلك القدراء البدنية والصحية أن يكون متفرق بالكامل لا يعمل في وظيفة أخرى ضباعة برينت يوضح الحالة الوظيفية أن لا يقل العمر عن 18 عاما الأفضل هي لمن يمتلك خبرة في طبيعة أعمال مواسم الحج والعمرة أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وأن يتضح خلاف ذلك سوف يتم استبعادك أن يجتاز المقابلة الشخصية يتعهد مقدم الطلب بصحة البيانات والمستندات ثم تقوم بالضغط هنا على الموافقة على الشروط ثم تقوم بإدخال الهوية الوطنية وضغط على استكمال التسجيل إذا رأيت تقديم على الوظائف الخاصة بالتوظيف الموسمي بالمسجد أنه يضغط هنا هنا نقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية ثم تسجيل الدخول هنا الوظافة الخاصة بالمسجد النبو أتمنى لجميع التوفيق